اشتركوا في القناة اربعة شهداء فلسطينيين برصاصي الاحتلال في الظفة الغربية الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة الكيان مسؤولية التصعيد الخطير وتطالب لدارة الامريكية بتحويل اقوالها الى افعال لوقف جرائم الاحتلال الرئيس وصني تشجينبينغ في الرياض لحضور ثلاث قمام توقيع على اتفاقية شراكة بين الصين والسعودية وقلق في واشنطن من مساعي بكين لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية المجلس ورئاسي والليبي يعلن عن مبادرة لحل الازمة السياسية في البلاد عبر حوار بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوثي الاممي الخاص الى ليبيا في اليوم الثاني من اشغال ندوة التاسع رفعاتي المستوى حول السلم والامن في افريقيا الجزائر تؤكد اهمية تعزيز العمل الافريقية المشترك في مواجهة الارهاب ومطالب بمقعد دائم لافريقيا في مجلس الامن الدولية وفي النشرة ايضا زيارة متعاقبة لمسؤولين امريكيين الى الجزائر تعكس تقاربا استراتيجيا وعلاقات متينة بين البلدين اهلا بكم من جديد الى تفاصيل في المستهل شيعت جماهير فلسطينية غفيرة جثامين الشهدائية الثلاثة صدقي زكارنة وطارق الدمج وعط الشلبي الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلية خلال عضوانها على مدينة جنين ومخيمها وانطلق موكب وتشيع من امام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة وردد المشاركون الهتفات الداعية الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واجابت المسيرة شوارع جنين ومن ثم نقلت جثامين الشهداء كل الى مسقط رأسه في المدينة ومخيمها وبلدت قباطية حيث ألقى ذوهم نظرات الوداع الاخيرة عليهم قبل ان يوار وثر هذا وعمل اضراب والشام المدينة جنين ومخيمها وبلدت قباطية وتم تعليق والدوام في المدارس والجامعات حدادا على الشهداء واستنكارا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مجرد ما نزل من السيارة طلاق النار بشكل مباشر عليهم استشهد اثنين كان فيه شب حتى ثالث فنت علي نفد شب صغير انا لما صار طلاق النار لان كنت اكثر امامي فنت علي مش عارف هو من السيارات قوات خاصة وله هو فيه قناصة موجود كان طلاق النار على هذا الشب الشب اعتقد مدني اكيد انه مدني كان طلاق النار بشكل عمودي يعني هيك تخو عليه عرفت طبعا لما صار طلاق النار تبين انه هو الشهيد الثالث سيارة الاسعاف اللي حملت يعني ربنا رحم هالشباب وحماهم المباشرة ارصاصة جاي ملكا الناص على الكزاز مباشرة لو اللي قاعدة بحد الشكلار تيجي هون بالظبط وكان قد سشهد اربعة او ثلاثة فلسطينيين بنصاص قوات الاحتلال الصهيوني الخميس خلال اقتحامها مدينة جنين واخر في رمالة ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري الى ماتين وسبعة عشر شهيدا في الظفة المحتلة وغزة المخاصرة فيما اعتقل الاحتلال ثمانية عشر فلسطينيا بالظفة والقدس المحتلتين الاعدامات بدم البارد والمجاذر البشعة اخر ما في جعبة الكيان الصهيوني لكسر شوكة المقاومة التي تأبى الركوع لا الحصار ولا التجويع ولا حتى هدم بيوت الفلسطينيين قللت من عزمة شعب نصر على الانتحاق بقافلة شهداء مجزرة صهيونية جديدة راح ضحيتها الخميس اربعة شهداء واصيب اخرون بجروح في جنين ورام الله بالظفة المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية مجزرة جاءت مع بداية عهد ثنائية نتنياهو بن غفي تعري الوجه الاجرامي للكيان الصهيوني المتعطش بدماء الفلسطينيين الرئاسة الفلسطينية حملت الكيان الصهيوني مسؤولية اشعال المنطقة من خلال تصعيده وطيرة الاعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين مؤكدة ان استمرار هذه الجرائم سيدفع الى تفجر الاوضاع الفصائل الفلسطينية اعتبرت المجزرة استمرارا لحرب مفتوحة على الفلسطينيين في الضفة وان الاعدامات الميدانية لن توقف المقاومة بل ستزيدها اصرارا وستبقى جنين خزان الثورة جامعة الدول العربية اعتبرت هي الاخرى ان ادانة جرائم الاحتلال لفظيا غير كافية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط بكل الادوات والالية القانونية على هذا الكيان وضع حد لغطرسته وعدوانه الاجرام ومحاكمة قادته لم يكتف الاحتلال بقتل الفلسطينيين بدم بارد بل شن حملة اعتقالات واسعة طالت هذه المرة ثمانية عشر فلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين التصعيد الصهوني الاخير في الضفة المحتلة يدل على ان الاحتلال يتعمد تصرية الفلسطينيين ويتمعن يوميا في جرائمه في ظل صمت دولي يصل احيانا حد المساواة بين الضحية والجلال وقعت مؤسسة فلسطينية واوروبية على خمس اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة تفوق ثمانين مليون يورو لتعزيز التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية التي تعاني من القيود المفروضة عليها من قبل السلطات الاحتلال بقيمة تزيد عن ثمانين مليون يورو وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي على خمسة اتفاقيات للاستثمار وتمويل المشاريع بغية تعزيز التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية الاتفاقية المبرمة على هامش اول منتدل الاعمال بين فلسطين والاتحاد الاوروبي تهدف الى دعم مشاريع القطع الخاص في مختلف المجالات وتمويل الشركات الناشئة نعمل على تعزيز سمود شعبنا وهذا في غاية الاهمية لوجوب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاستعماري ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الوصول الى الموارد ومصادر التمويل لكن جلب الاستثمارات الهجنبية التي تعول عليها الحكومة الفلسطينية كثيرا هي ابقى مرهونا بالضغط الدولي على سلطات الاحتلال لرفع القيود على الاقتصاد الفلسطيني هدفنا طبعا دائما نأكد على ان فلسطين مفتوحة للاستثمار هناك فرص كثيرة وواعدة وفي قطاعات مهمة والقطاع الخاص الفلسطيني دائما مبادر ومهتم لكن في مخاطر عالية للاستثمار سببها استمرار الاحتلال طبعا والعواقع اللي بحطوها وبالتالي نطلب من اوروبا دائما وزي ما نطلب من غيرها من المؤسسات ان تساهم بالاستثمار معانا من ناحية بس كمان ساهم في تقطيف المخاطر الموجودة على الاستثمار وتعول الحكومة الفلسطينية على اتفاقية الاستثمار والتمويل لانعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي يمر بفترة حرجة بسبب اثار جائحة كورونا والحرب في اوكراني من جهة والقيود المفروضة من سلطات الاحتلال عليه منذ سنوات من جهة اخرى قيود تسببت في خسائر تجاوزة الخمسين مليار دولار خلال العقدين الماضيين وفي لبنان اخفق مجلس النواب للمرة التاسعة على توالي الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب وقالت مصادر لبنانية انه تعذر حصول اي مرشح على ثلثي اصوات النواب واحدد رئيس البرلمان نبيه بر الخميس المقبل موعدا لاختيار رئيس للجمهورية داعيا الكتلة السياسية الى ابداء ارائهم حول الحوار ويشهد لبنان شغورا سياسيا منذ مغادرة الرئيسية السابق ميشيل عون منصبه نهاية اكتوبر الماضي بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية وفي العراق امر رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بعزل قائد شرطة محافظة تديقار جنوبية البلاد على خلفية مقتل واصابة محتجين خلال تفريق القوى الامنية مظاهرة في مركز المحافظة كما امر السودان بارسال لجنة امنية عليا للتحقيق في ملابسات اطلاق النار على المتظاهرين والسقوط ضحايا وقالت مصادر طبية اثنين من المحتجين قتلوا الاربعاء كما اصيب ستة عشر اخرون في مدينة النصرية جنوبية العراق بعد تفريق قوات الامن مظاهرة مناهضة للحكومة افدت وكالة تسنيم الايرانية للمبا بان السلطات اعدمت اليوم محتجا ادينا باصابة حارس امن بسكين وقطع طريق بالعاصمة طيران وذكر التسنيم ان من اعظمته سلطات يدعى محسن شكاري فيما قال موقع ميزان اونلاين تابع للسلطة القضائية ان محسن شكاري اعظم هذا الصباح ولفتت السلطة القضائية الان الشكاري مذنب بالعراك واشهر سلاحين بغرضي القتل والتسبب بالخوف والاخلال بالنظام وامن المجتمع وادين بتهمة الخرابة مطلع الشهرية الماضية بحسب موقع ميزان اونلاين مضيفا انه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا اكدته في العشرين من الشهر نفسه وقعت السعودية والصين اليوم على اتفاقية شركة استراتيجية شاملة وافدت وكالة الانبائية السعودية بان الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود اعقد مع رئيسي الصيني شجينبينغ مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض اوجهي الشراكة بين المملكة والصين في مختلف المجالات مع بحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة الى جانب بحث المستجداتي الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا واعرب رئيس الصيني شجينبينغ عقب وصوله الى السعودية عن سعادته بحضور القمتين الصينية العربية والصينية الخالجية مؤكدا تطلعه الى العمل مع القادة على الارتقاء بالعلاقات الى مستوى جديد ويشارك رئيس الصيني في ثلاث قمم عربية وخالجية بحضور اكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية بحضور اكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية يشارك الرئيس الصيني شجينبينغ في ثلاث قمم عربية وخالجية بالمملكة العربية السعودية الرئيس الصيني وعقب وصوله الى المملكة قال انه يتطلع للعمل مع قادة الدول العربية والخالجية للارتقاء بالعلاقات الى مستوى جديد علاقات تشترك القمم الثلاث في مناقشة سبول تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن بحث افاق التعاون الاقتصادي والتنموي يعد هذا اولى واكبر نشاط دبلوماسي بين الصين والحالم العربي منذ قيم جمهورية الصين الشعبية وسيكون بمثابة علامة بارزة في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية زيارة تاريخية تأتي في ظل تطورات تشهدها الصاحة الدولية بدءا من الانسحاب الامريكي من الشرق الاوسط مرورا بالحرب في اوكرانيا وانتهاءا بالتوترات الصينية الامريكية في ظل سعي واشنطن لاحتواء بيكين بوصفها العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة وفقا لاستراتيجية الامن القومي الامريكي التي اقرت اخيرا البيت الابيض اعتبر زيارة الشيل السعودية مثالا على محاولات الصين لبسط نفوذها في انحاء العالم مشددا على انها لن تغير من سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الاوسط وبينما تتوسع العلاقات العربية الصينية في غمرة سعي المنطقة لتنوع انشطتها الاقتصادية تبرز مخاوف امريكية من تنامي مشاركة الصين في البنية التحتية الحساسة للدول العربية وتحمل زيارة الرئيس الصيني الى السعودية اهدافا اقتصادية يعززها توسع الاستثمارات وحجم المبادلات التجارية الصينية في الدول العربية وهو ما تسعى اليه بكين في السنوات القادمة التنين الصيني يزحف ويوسع نفوذه في صمت على المنطقة العربية زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس الصيني شينجينج بينغ الى السعودية لحضور ثلاث قمام عربية بابعاد اقتصادية قمة سعودية صينية وخليجية صينية وقمة ثالثة عربية صينية وتعتبر الصين اكبر مستهلك للطاقة في العالم وشارك كبير لدول الخليج واتسعى نطاق هذه العلاقة مع سعي المنطقة الى تنوع اقتصادها ان الزيارة سيتمخذ عنها توسيع نطاق التعاون في مجال الطاقة ان مبادرة الحزام والطريق المشروع الابرز لاستثمار في البنية التحتية تتوكب تماما مع الخطط السعودية الرامية لتنوع اقتصادها بموجب رؤية الفين وثلاثين وتمكنت الصين من توسيع حضورها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مستغلة تراجع الوجود الامريكي في بعض اسواق الدول العربية حيث ارتفعت حجم المبادلات التجارية من ستة وثلاثين مليار دولار سنة الفين واربع لتقفز الى مائتي مليار دولار في الفين واثنة عشر لتبلغ ثلاثمائة وثلاثين مليار دولار في سنة الفين وواحد وعشرين لا يحتاج المرء الى الكثير من التحليل لفهم اهمية المنطقة العربية بالنسبة الى الصين باقتصادها الضخم والمنتج والذي يكرس سياسة اقتصادية مغايرة للسياسة الاقتصادية الغربية في المنطقة ويحتاج الصين لتعزيز امنه الطاقوي كما يسعى لتوسيع تنظيم البريكس الذي سيشمل دول العربية في القريب العاجل وفي ليبيا اطلق المجلس الرئاسي الخميس مبادرة لحل الازمة السياسية عبر لقاء تشاوري بين المجال السياسي الثلاثة بتنسيق مع المبعوثي الاممي الخاص الى ليبيا عبدالباتيلي مبادرة جديدة لحل الازمة السياسية في ليبيا يعلن عنها المجلس الرئاسي على امل تقريب وجهة النظر ومعالجة النقاط الخلافية العالقة في البلاد مبادرة المجلس الرئاسي الليبي ستكون عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الاعلى للدولة النواب والرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا عبدالباتيلي وستعمل على تهيئة لحوار دستوري كأولوية لانهاء المراحل الانتقالية وتأتي حرصا على انجاز توفق بين مجلس النواب والمجلس الاعلى على اصدار قاعدة دستورية تؤسس الانتخابات رئاسية وبرلمانية انتخابات شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبا في اجتماعها السادس عشر على اجرائها كمسار وحيد يعكس ارادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة ومنع التقاسم السلطة في مقابل الحماية والدعوة لمسار الانتخابات وتنفيذها في كافة مناطق ليبيا هذا الامر يتطابق مع الموقف الاممي الذي يعبر عنه السيد عبدالله بتيلي قبل ايام من خلال بيانه الذي حتى الاطراف المعنية بإجراء الانتخابات ولان تنمية تجمع الليبيين ومواجهة الازمات الاقتصادية تواحدهم في بناء ليبيا كما يذهب عبدالحميد الدبيبا فان حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها متناغمة وفقه مع البلديات الليبية ما يعكس وحدتها مع الشعب الليبي شهدنا اجتماع مخاتير المحال في كل مناطق ليبي كل مناطق ليبيا اجتمعوا في طرابلس من جميع الحالي بشرقا وغربا وجنوبا ضمن جهود المتواصلة للحكومة وعن طريق وزارة الحكم المحلي في تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية اجتماع كان تعبيرا حقيقيا عن تناغم الحكومة مع البلديات ووحدة الليبيين مع الحكومة الليبيون يريدون من يخدمهم ويحقق لهم الرفاهية ولا يريدون من يقودهم إلى الحرب والانقسام والهلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ختم تدخله في الاجتماع السادس عشر للحكومة بوعد قطعه للليبيين بعدم خذلانهم أو التهون في تحقيق أحلامهم لبناء الوطن الجريح عقد اليوم في تونس الاجتماع والفنية الدولي لمجموعات العمل حول ليبيا بشأن الأمن برئاسة الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغرد المبعوث والأمريكي الخاص لليبيا والسفير ريتشارد نورلاند بالقول إن ليبيين يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل ليبيين مشيرا إلى تطلعي الولايات المتحدة للشاركة مع جيش كهذا تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة نظم ضحايا ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص في المغرب وقفة احتجاجية قرب المقر المغربي لحقوقي الإنسان للمضالبة بتعويضهم ماديا وإدماجهم اجتماعيا إثر رفض ملفاتهم من قبل السلطات المختصة بحجة وجودهم خارج الترابية المغربية أثناء أجال تعويض متحدين إكراهات نظام المخزن خرج ضحايا سنوات الجمر والرصاص في المغرب إلى الشارع في وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط مطالبين بنفض الغبار عن قضيتهم التي طالها الكثير من الإقصاء والتهميش ضحايا الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في المغرب منذ منتصف القرن الماضي احتجوا على حرمانهم من حقهم في التعويض والإدماج الاجتماعي من لدن الحكومات المتعاقبة التي أقصتهم بحجج واهية كإداعهم لملفاتهم خارج الآجال القانونية بداع وجودهم خارج التراب المغربي المحتجون من المعارضين السياسيين وصحافة المستقلة كانوا محل استهداف نظام المخزن طيلة عقود والذي أمعن في قمعهم وتعذيبهم من دون محاكمة قانونية عادلة ناهيك عن اعتقال بعضهم وإخفائهم قصرا ما تسبب في عاهات جسدية وصدمات نفسية مستدامة لجلهم اللجنة المغربية للحقيقة والكرامة طالبت السلطات المغربية بتقديم اعتذار رسمي وعلني عن الجرائم المرتكبة وإنصاف كافة ضحايا سنوات الجمر والرصاص وتعويضهم ماديا وإدماجهم اجتماعيا مع معاقبة المتورطين في تعذيبهم والإساءة لهم أسوة بما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعرف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1956 و 1999 في أوساط المعارضة والصحافة المستقلة في المغرب بسنوات الجمر والرصاص حيث شهدت هذه الفترة استهدافا للمعارضين وقمعا اعتقالات وإخفاءا قصريا ومحاكمات سرية وسجنا بدون محاكمة وتعذيبا في السجون قالت الحكومة والإسبانية إن 28 شخصا كانوا على متن طائرة متجهة من المغرب إلى تركيا في رخلة تجارية فروا بالركض على مدرج مطار برشلونة بعد هبوطي طائرة طراريا لإسعاف مرأة مغربية تظهرت بالمخاض أن تعرض امرأة حامل حياتها وحياة جنينها للخطر في سبيل الهروب من الوطن لدليل قاطع على نفاذ الحلول وصعوبة الوضع في سيناريو لن تره إلا في فيلم هوليودي بطلتهم امرأة مغربية حامل تظاهرت بأنها في حالة مخاض لتجبر الطائرة المتجهة من الدار البيضاء إلى اسطنبول على الهبوط الثراريا بمطار برشلونة من أجل نقلها إلى المستشفى ليفر بالركض على مدرج المطار 28 مغربيا كانوا على متنها الحكومة الإسبانية تمكنت من إلقاء القبض على 14 شخصا أعيد خمسة منهم على الفور إلى الطائرة التي تديرها شركة سطيران بيغاسوس التركية بينما سيتم ترحيل الثمانية آخرين إلى المغرب من بينهم المرأة الحامل فيما تمكن 14 آخرون من الهروب هروب ليس الأول من نوعه ففي أكتوبر من العام الماضي هاربت مجموعة من الركاب من طائرة على المدرج في جزيرة مايوركا الإسبانية بعد هبوط اضطراري بذريعة كاذبة وتم اعتقال 12 منهم بينما لذا 12 آخرون بالفرار الشعب المغربي دائما ما يتحين الفرص للفرار من الظروف المعيشية الصعبة التي تسببت فيها الحكومة المغربية ليجد المواطن المغربي نفسه مرغما على الفرار من وضع معيشي متهالك بسبب غلاء الأسعار من جهة وقمع الحريات من جهة أخرى وفي تونس طلب الرئيس قيسي صعيد من أعضاء اللجنة الوطنية للصلحة الجزائية الأربعاء استعادة 13 مليار دينار تونسي من الأموال المنهوبة خلال 6 أشهر وهي المدة القانونية المحددة لإنجاز هذه المهام ودع صعيد أعضاء اللجنة إلى تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية مؤكدا أن الأموال المنهوبة المسترجعة ستوزع بطريقة هادلة ضمن خطة تهدف لاسترجاع الأموال المنهوبة في تونس جاء تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خطوة شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهميتها لتحقيق صلح جزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية بالبلاد تسترجع على إثره ما يزيد عن 94 دولار من الأموال المسروقة في غضون الأشهر الستة المقبلة والمبلغ المطلوب من الـ 460 المعلومي لأسماء ولديهم ملفات ومن مصدر حكومة 13500 مليار هذوما أموال الشعب لابد أن تعود للشعب التونسي لكن للأسف بعد سنوات وبعد أشهر 460 تم حذف 3 اللي هو 457 ثم تم الحذف اضطرح أعدد آخر والله 78 ولا 73 مسع الرئيس التونسي ترافق مع تأكيده أن الأموال المنهوبة هي أموال الشعب على أن توزع بطريقة عادلة حال استرجاعها داعياً المؤسسات القضائية إلى الإسهام في إنجاح مهمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح ما يكون إلا مع الشعب التونسي وتوقعوا على الله ولا تأخذكم في الحق لو ما تلاء وما تفرتوش في حتى مليم أي مليم يرجع للشعب التونسي داني أمواله مبادرة الصلح الجزائي في تونس وإن تأخر تجسيدها بعد أكثر من عشر سنوات من طرحها كفكرة إلا أنها تكتسي أهمية كبيرة في الوقت الراهن خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ترأس رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون بمقر وزارة الدفاع اجتماع العملي الدوري الذي استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع البلاد حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وكان في استقبال رئيس تبون لدى وصوله لمقر وزارة الدفاع الفريق أول سعيد شنغريحا رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرية الذي قدم عرضاً تضمن حصيلة الأعمال المنفذة من طرف وحدات الجيش خلال سنة 2022 وأزدى رئيس تبون توجهات وتعليمات تصب في مجملها في إطار حث مستخدمي الجيش على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة كافة مكوناته من أجل رفع تحديات المعترضة وكسب رهاناتها استونفت الخميس بوهران غربي الجزائرية العاصمة لليوم الثاني أشغل وندوتها التاسعة رفعتها المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تحت عنوان دعم الأعضاء لفرق الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائر السلم والأمن في القارة الإفريقية وتشهد أن الدول التي تدوم واشغالها ثلاثة أيام مشاركة رفيعة خاصة على المستوى الوزري لدولي الأعضاء في مجلس السلم والأمن للأتخاذ الأفريقي علاوة على خبراء وممثلين السمين لهيئات إفريقية ومنظمتها الأمم المتحدة ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضاء يلفارقة في مجلس الأمن الأمم المتحدة في تنفيذ مهمهم إنه لمن الضروري أن ننظم أنفسنا للتصدي معا للإرهاب والقضاء عليه باستعمال بجموعة من الأدوات والآليات المنسقة والمشروعة على غرار منظومة السلم والأمن الأفريقية التي تعد منظومة فريدة من نوعها في المشهد العالمي ومن شأنها أن تمكن صانعي القرار في إفريقيا من توحيد قواهم في مكافحة الإرهاب وتخفيف عبء تحمل المسؤولية بشكل فردي هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة محادثات ثنائية مع نظريها الإجري والشادية ووزيرتها الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية ووزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لزمبابوي وكذا نائبي وزير الخارجية الجيبوتي وذلك على هامش أشغال الأدوة التاسعة رفعت المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تحتضنها مدينة وهران غربي الجزائر وتنولت المحادثات مستجدات الأوضاع على الصعيد القرية وسبل دعم الجهود الرامية لترقية السلم والاستقرار لاسيما عبر تعزيز مساهمة مسار وهران في ترقية المقاربات الأفريقية في هذا المجال كما تم استعراض مختلف أوجهيات تعاون الثنائي بين الجزائر وهذه الدول وسبل ترقيتها الحدث أكد مكانة الجزائر أفريقيا كرائدة ونحن في النيجر نحترم هذه المكان التي عززت الكلمة الأفريقية في الساحة الدولية مسار وهران سمح لنا برؤية أفق للمشاكل الأفريقية وبحلول أفريقية وقد برزنا المحاور التي ينبغي أن نعمل عليها الاتحاد الأفريقي لا يزال قاعدة صلبة وهذا سمح بأن يكون لنا رؤيات وستراتيجيات مشتركة وقد شهد اليوم الثاني من أن الدواء التاسع رفعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا بوهران الجزائرية مباحثات حول سبل دعم جهود التصدي للتهديدات الأمنية المتصاعدة بل إضافة لموضوع فرضي العقوبات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من طرف المنظمات والشركاء الدوليين في سياق استفحال الهجمات الإرهابية في القارة الأفريقية خلال الآوينة الأخيرة يجد الأفريقة أنفسهم أمام حتمية التكتل لمواجهة التحديات التي تحاصر قارتهم بتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال اليوم الثاني من الندوة التاسعة رفعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا تباحث المشاركون في ندوة وهران غرب الجزائر سبل دعم جهود التصدي للتهديدات الأمنية المتصاعدة وانعكاساتها على السلم في القارة السمراء أول تهديد يواجهنا هو الإرهاب ويليه التخلف والتغير المناخي ناهيك عن وجود خلل في أنظمة الحكم لكون العديد من دول القارة تعاني من إشكالات في الوظائف السيادية ومحدودية الإمكانات ما جعلها غير قادرة على مواجهة التهديدات بمفردها ثاني أيام الندوة شكلت أيضا مناسبة لمناقشة موضوع فرض وتطبيق العقوبات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من طرف المنظمات والشركاء الدوليين الجزائر باعتبارها الدولة المستضيفة للندوة رفعت خلال المباحثات على تنسيق جهود القارة لتعزيز صوت أفريقيا في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025 من المهم أن نعزز قدراتنا ونتوحد وأن نفرض وجهة نظرنا والقول للعالم لا تستطيعون التقدم من دوننا أو تركنا أمام مساحات شبه فارغة في قارتنا لذلك نطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن لأنه يمتلك الآلية والقوة لتسوية الإشكالات الأمنية في العالم قدر الأفريقة توحيد صفوفهم للدفاع عن مواقفهم ومصالحهم المشتركة في الهيئات الأممية في مقدمتها مجلس الأمن الذي تطالب إفريقيا بمقعد دائم فيه بما يتيح لها المشاركة في صناعة القرار الدولي تتأكد يوما بعد يوم قوة العلاقات الجزائرية الأمريكية وعلاقة الشركة التي تجمع البلدين قوة ترجمتها الزيارات المتواترة للدبلوماسيين الأمريكيين للجزائر آخرها زيارة منسق شؤون الشرق الأوساط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي الذي نوها بمكانة الشركة الجزائرية وأكد تطلعات بلده للاستمرار في العمل على خلق فرص مثمرة للجانبين على محور الجزائر واشنطن تتكشف معالم علاقة متميزة تربط البلدين في صورة الزيارات المتتالية التي قادت عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين للجزائر لعل آخرها زيارة منسق شؤون الشرق الأوساط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكورغا حملت معها لواء توثيق العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين والتأكيد على أن الجزائر بلد محوري وشريك استراتيجي يسعد لتواجدي هنا بالجزائر ولقاء برئيس الجمهورية كان لقاء مثمرا وبناء جدا نطمح أكثر للعمل سويا لأن الشراكة بين بلدين قوية جدا تحدثنا أيضا عن الأوضاع بأوروبا وعن الأوضاع في شمال إفريقيا ونعمل قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة إذ لاحظنا تطورات كبيرة موقف يدق مصمارا جديدا في نعش المزاعم الرامية لزعزعة علاقة البلدين وتشويه سمعة الجزائر إقليميا ودوليا في صورة ما أقدم عليه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي قبل سبيعا لحمل واشنطن على فرض عقوبات على الجزائر بزعم دعمها روسيا عن طريق مواصلة شراء السلاح من موسكو مؤامرة سلعان ما تكشف ظلو علوبي المغربي في حياكتها فمن أهل الدار خرج جيف بورتر رئيس شبكة إفريقيا لاستشارة المخاطر ناركو وأستاذ العلوم السياسية بجامعة فورد ليعري الخلفية السياسية للسيناتور الأمريكي لزاما كلين بوصفها أحد أبرز يذرع اللوبي المغربي في الولايات المتحدة بيد أن زيارة منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي إلى الجزائر جاءت لتصحح ما عده مراقبون خطأ غداة خطوة عكسية للخارجية الأمريكية بإدراج الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أما المخرجات فبعث فصل جديد وسم بتعزيز الصداقة والتأكيد على نوايا العمل المشترك بين البلدين ضمن إطار يعترف بالجزائر كدولة محورية في المنطقة وشريك استراتيجي لإحياء السلام في العالم وفي الرياضة تستأنف الجمعة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن الدور الربع النهائي بمواجهتين من العيار الثقيل تجمع والأولى كرواتيا مع البرازيل والثانية الأرجنتين مع هولندا تدخل كرة القدم الأوروبية الجمعة اختبارا مهما في مواجهة نظرتها من أمريكا الجنوبية عندما تنطلق فعاليات الدورية ربع النهائي لبطولة كأس العالمية 2022 بمواجهتين من العيار الثقيلة ويلتق المنتخب الكرواتي صاحب المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا مع نظره البرازيلي المصنف الأول عالميا وأحد أقوى المرشحين للفوز باللقب وفي المباراة الثانية سيكون منتخب الهولندي على موعد مع اختبار صعب في مواجهة نظره الأرجنتينية بقيادتي ليون الميسي وتمثل المبارتان تحديا مهما للمنتخبين البرازيلي والأرجنتينية في ظل احتكار المنتخبات الأوروبية لللقب العالمية في آخر أربع نسخ من البطولة المباراة تمثل تحديا خاصا بين النجوم المخضرمين في المنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش الذي قد تمثل البطولة الفرصة الأخيرة له لإحراز لقب النع في البطولة الكبيرة والمنتخب البرازيلي الحافل بالمواهب الهجومية والذي استعاد جزءا كبيرا من بريقه بعودة نيمارا بعد التعافية من الإصابة وفي المباراة الثانية سيكون النجم الأرجنتيني ليون الميسي في مواجهة تحدي خاصة مع التصريحات الكلامية التي ظهرت في المعسكرية الهولندية وبالرغم الهزمة المفاجئة أمام المنتخب السعودي قاد ميسي الأرجنتين لصدرات المجموعة بانتصارينية متتاليين على كل من المكسيكا وبولندا ثم أستراليا وفي المقابل تصدر المنتخب الهولندي في الدور الأول بالفوز على كل من السينيغال وقطر والتعادل مع الإكوادورة قبل أن يعبر عقبة المنتخب الامريكي في الدور الثاني ويتطلع المنتخب الهولندي للتتويج باللقب بعد أن وصل إلى نهاية المونديال لثلاث مراته فيما يسعى الأرجنتيني لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 1986 بقيادة الأسطورة الراحل ديغو أراماندو ماردون بأخبار رياض نصر المشاهدين إلى ختام النشر الرئيسي للمزيد من التفاصيل تابعونا عبر المنصة الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما أن الموقع الإلكتروني للجزائر الدولية يبقى في خدمتكم نشكركم على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة